أنا لو لو واحد هنقول الأول فحالة أستاذ سيد خف الحمد لله وبقى له ست سنين خف من الإدمان وتقدم العروسة حكم الشراء إيه والنصيحة إيه عفو الله عن مسلف يعني يعني مخدرات زنب من الزنوب وخطأ من الأخطاء وكلنا فينا أخطاء متنوعة فمش معنا أنه واحد غلط في حياته وأنه لازم نحكم عليه بالإعدام يعني يعني غلط وانتهى وفتح صفحة جديدة وبقى له سنين وبقى له ست سنين وشهرين دقة لا هي مش دقة هو ده التكنيك معين بيتبعوه في الرابطة بتاعة المتعافين من الإدمان نعم نعم وما بيعوده كل واحد بيقوله أنا ببطل بقى لي ست سنين وشهرين و سبعة أيام و ثلاث ساعات ويفضل كل مرة بيقول نعم دك نوع من التحفيز والتشجيع للنفسه والغير نعم أخذ بال حضرتك فالنقاء ما فيش مانا يفتح صفحة جديدة طبعا ما ليه طيب اللي لسه مازال في الإدمان وبالمناسبة عفوا يعني هو مش مطلوب منه انه يحكي الماضي بتاعه لحد أيها طبعا لأن الماضي بتاعه ده ماضي سيء أسود والرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه ان اللي يقع في حاجة غلط يسطر على نفسه كل أمتي معافة بس الإدمان دي بالذات بتخوف يا مولانا ممكن أنا ستقولك وانا شضماني ممكن يرجع تاني خلاص يبقى ما هو كده كل الأباب هتتسد في وشه نعم يعني زي لو واحدة نعم بواجه نعام يعني ما هي زي بالظبط لو واحدة وقعت في حاجة غلط وتابت وحبت تفتح صفحة جديدة لازم تروح تقولي لها هي جوزها أنا عملت حاجة غلط علشان يسيبها ويعيب عليها وياصمها نعم اللي بيعمل غلط يسطر على نفسه لعلى الله تعالى أن يسطر عليه نعم وباب الستر مطلوب 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 ستة على الغير والستر على النفس يعني اللي لسه مدمن يسطر على نفسه ويروح يتجوز وما يقولش أنه مدمن لا يسطر على نفسه ويروح يعالج نفسه لكن ما تجوز أصل هو حضرتك أنا ما قدرش أقول أحكام مطلقة كده لأن المخدرات نفسها أنواع مختلفة يعني المخدرات اللي زي البدرة والكلام ده ده دي قصة تانية بخلاف المخدرات الأخف قصة تانية ازاي يعني يعني الهروين ومشتقاته ده الخروج منه ده زي خروج الروح من الجسد ونادرا ما يستطيع إنسان أن يتعافى منه وبيتعافه وسيظل دايما على خطر الرجوع ما بيعتبروش المتعافين من الحاجات دي بيصفهم بأنهم مرضى يعني قابلين الانتكاسة في أي وقت والرابطة اللي أنا أشرت لحضرتك إليها دي بيعملوا حتى إجراء كده لطيف جدا إن كل واحد فيهم مسؤول عن واحد جديد نعم أو اتنين مسؤولين عن واحد جديد لو الواحد الجديد ده حاس إنه في أزمة لأن المقاذق بتحس إنسان إنه محتاج يرجع ولأنه متعلق نفسهم بالمخدرات فيقول لك إيه طب أنا هرجع لإني حاسس إن المخدر هل هينقزه من الورطة دي نعم فيقول لك أول ما تشعر بالضعف تتصل بالمسؤولين عنك وهما ملزمين أدبيا إنهما مهما كانوا مشغولين مهما كانوا فين لازم يسيقوا لأدهم ويجوا لك نعم ويعملوا لك دعم نعم فبيدعموا بعض بهذه الطريقة فالمخدرات التئيلة دي الهيفي دي اللي يسموها المخدرات التئيلة آه المخدرات التئيلة دي دي الوضع بتاعها لا ده صاحبها ده لاي لا على عرض ولا على مال ولا على أي حاجة مطلقة اشتركوا في القناة